بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا خالق الإنسان الله عز وجل خلق الإنسان وجعله ذا طبيعة واحدة الطبيعة التي يعبر عنها القرآن الكريم بالفطرة وهذه الفطرة لا تتغير كثير من الأمور يمكن أن تتغير لكن الفطرة أو الطبيعة التي خلق الله عز وجل الإنسان عليها لا تتغير لا تبديل لخلق الله في الإنسان الأول كانت هذه الفطرة وستكون في الإنسان الأخير أيضا وطبقا لتلك الفطرة وتلك الطبيعة الله عز وجل شرع قوانين هذه القوانين التي نعبر عنها بالشريعة الله الذي خلق الإنسان فصل له ثوبا يناسبه الثوب إذا كان تفصيله غير مناسبا كان أضيق أو كان أوسع فإن الذي يرتدي ذلك الثوب لا تجده مرتاحا لماذا؟ لأن الثوب ضيق أو أوسع لكن إذا كان الثوب تفصيله يناسب جسم الإنسان فإن الإنسان يكون مرتاحا في ذلك الثوب الله الذي خلق الإنسان على طبيعة شرع لذلك الإنسان وفصل لذلك الإنسان ما يناسبه ولذا نجد الحديث الشريف الذي يقول حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم لماذا؟ لأن هذا الحلال وهذا الحرام على طبق طبيعة الإنسان ولأن تلك الطبيعة لا تتغير فهذا الحلال وهذا الحرام أيضا لا يتغير طبعا مقصودنا بالشريعة المقصود بالشريعة هي المنظومة الإلهية المتكاملة في كل شيء في العبادات والمعاملات والعلاقات الاجتماعية والعلاقات مع الأقرباء وفي الآداب وفي الأخلاق وفي كل ما يشمل جميع جوانب حياة الإنسان هذا هو المقصود بالشريعة وليس المقصود بالشريعة ما ضيقه بعض من ينتحل الإسلام ويتصور أن الشريعة منحصرة في إجراء بعض الحدود الشرعية الآن في بعض الدول نسمع أنهم يطبقون الشريعة أو لا يطبقون الشريعة مقصودهم بذلك شنو هو مقصودهم أن هذه الدولة هل في حدودها في عقابها للجنايات يجرون الحدود الشرعية أو لا يجرون الحدود الشرعية يعني ضيقوا الإسلام في الحدود فقط طبعا الحدود والعقوبات الإسلامية هي جزء من الشريعة ولكن الجزء الأخير آخر الداء الكي الآيات القرآنية إذا راجع القرآن الكريم أكثر من ستة آلاف آية وآيات الحدود في القرآن عشرة آيات تقريبا هالحدود عشر آيات من آيات القرآن أو أقل من عشرة آيات هي آيات حول الحدود ما يقارب الستة آلاف آية حول مواضيع أخرى والحدود الشرعية هي آخر العلاج الإسلام واسع بوسعة عمل الإنسان وطبيعة الإنسان وليس منحصرا في زاوية من الزوايا هذه الشريعة الغراء لو نحن طبقناها بكل مفرداتها حينئذ تكون السعادة وإذا لم نطبق بعض مفرداتها يكون الشقاء وليست السعادة عند المتدينين الآن هناك فهم خاطئ للتدين يتصورون أن التدين هو إقامة الصلاة فقط والصوم وإيطاء الزكاة والخمس مثلا والالتزام الديني في الحجاب مثلا يتصورون أن التدين هو هذا فقط طبعا هذه الأمور جزء من التدين الصلاة عمود الدين الصوم جنة من النار الزكاة واجبة الحج واجب الحجاب واجب لكن هذه الأمور جزء من التدين التدين ليس منحصرا بهذا في المعاملة هل الإنسان معاملته معاملة إسلامية أو ليست معاملة إسلامية هذا جزء من التدين في حديث شريف الدين المعاملة وفي حديث آخر لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده إن ذلك شيء تعود عليه بل انظروا إلى صدق الحديث وأدائه الأمانة هل كلامه صادق أو ليس بصادق هل يؤدي الأمانة أو لا يؤدي الأمانة أخلاقه هل هي أخلاق إسلامية أو ليست أخلاقا إسلامية هذا جزء التدين هل هذا الإنسان يغتاب أو لا يغتاب هل هذا الإنسان عندما يتعامل مع زوجته أو تتعامل مع زوجها أو يتعامل مع أبنائه أو يتعامل مع أبويه هل تعامله تعاملا يرضي الله عز وجل وعلى ما نطق به القرآن الكريم أو ليس كذلك نحن إذا نراجع حتى المجتمعات المتدينة بجزء من الدين كالالتزام بالصلاة والصوم والحج والحجاب وأمثال ذلك نرى أغلب هؤلاء أو كثيرا من هؤلاء لا يلتزمون بجوانب أخرى من جوانب التدين والدين والإسلام هو منظومة متكاملة إذا الإنسان طبق جانبا وترك جانبا آخر فإن هذا لا يفيده كثيرا لنفرض مثال الطائرة لها عشرات الألوف من الأجزاء بل لعله مئات الألوف من الأجزاء الطائرة لا تطير ولا يمكن الإقلاع بها إلا إذا كانت كل الأجزاء سليمة إذا جزء بسيط لم يكن سليما قد لا تتمكن الطائرة من الإقلاع وبعض الأحيان نسمع أن بعض الطائرات أصيبت بحادث وسقطت تلك الطائرة لماذا يقال لخلل فني شنو هو الخلل الفني لعله جزء بسيط من أجزاء تلك الطائرة أصيب بخلل وأدى ذلك الخلل إلى سقوط هذه الطائرة المقصود من ذكر هذا المثال أن الإسلام أيضا منظومة متكاملة واحدة الخلل في بعض جوانبها يؤدي بالإنسان إلى الخروج من التدين الذي يطلبه الله عز وجل فإحنا لازم لنحصر الدين ببعض العبادات وبعض الممارسات ينبغي علينا أن نطبق الدين والشريعة في كل مفرداتها وهذه المفردات تشمل كل حياة الإنسان في الحديث الشريف في يوم الغدير الرسول صلى الله عليه وآله يخاطب المسلمين ويقول ما من شيء يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه وما من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به في حديث آخر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يبين شمول الإسلام لكل جوانب الحياة يقول الإسلام جاء حتى بأرش الخدش يعني إذا واحد خدش شخصاً ولو خطأاً يعني كان دا يمشي يده مثلاً أصابت يد شخصاً فصار خدش بإظفره يجب عليه أن يدفع الدية لهذا الخدش حتى أرش الخدش الدية المعبر عنها بالأرش حتى هذا الأرش الإسلام بيّنه بعض الأحيان بعض الأشخاص يستهزئون ببعض مفردات الإسلام من المستحبات أو المكروهات مثلاً الشخص إذا أراد أن يدخل إلى المسجد يقدم رجله اليمنى مثلاً وإذا أراد أن يدخل مثلاً إلى بيت الخلاء يقدم رجله اليسرى وبعض الأمور اللي يستهزئون بها اتفاقاً هذا بعكس ما يتصورونه هذا الدليل على سعة الإسلام وشمولة حتى لأبسط الأمور يعني حتى بعض الأمور الجزئية البسيطة جداً الذي نحن قد لا نعير لها أي أهمية الإسلام الكريم بيّنها نعم إذا كان مستحب يجوز للإنسان أن يتركه أو إذا كان مكروهاً يجوز للإنسان أن يرتكبه ولكن إذا أراد أن يعمل بهذا النظام بشكل متكامل ينبغي عليها أن يطبق كل هذه المفردات حتى تكون له السعادة إذا ما طبق بعض هذه المفردات سوف لا يرى السعادة نحن نلاحظ المسلمين في هذا العاصر هل المسلمون سعداء في حياتهم؟ الجواب بشكل عام كلا دائماً مشاكل سياسية مشاكل اقتصادية مشاكل اجتماعية مشاكل ضمن العوائل لماذا؟ لأن المسلمين بشكل عام إلا ما استثني لا يطبقون النظام الإسلامي المتكامل فلذا الله عز وجل ابتلاهم بالمشاكل والله هو وعد في القرآن هذه المشاكل حيث يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة يعني معيشة صعبة ونحن المسلمين الآن نعيش في حياة صعبة من مختلف الزوايا لماذا؟ لأن أكثرنا ترك كثيراً من تعاليم الإسلام وأما غير المسلمين أيضاً لا يعيشون في سعادة لعله في بعض الجوانب المادية لهم رفاح ولهم تقدم ولكن لا يعيشون في السعادة ولذا تجدون نسبة الانتحار في الدول المتقدمة صناعياً أكثر وكلما كانت الدولة رفاه فيها أكثر في الدول الغربية حسب إحصائياتهم نسبة الانتحار أكثر ونسبة الكآبة أكثر ونسبة الأمراض النفسية أكثر معنى ذلك أن البشرية لا تعيش في سعادة من هؤلاء المسلمون أيضاً لا يعيشون في سعادة لأنهم تركوا كثيراً من تعاليم الإسلام وفي يوم القيامة نحن لا نتصور أن الله عز وجل قد هيئ الجنة لنا بدون عمل في آية الله عز وجل يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجزبه يعني أهل الكتاب كاليهود يمنون أنفسهم بأنهم شعب الله المختار وأن الجنة هيئت لهم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجزبه سواء كان من أهل الكتاب أو كان من المسلمين الله عز وجل في آية أخرى من القرآن التي تلوناها في أول الكلام يقول وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ليس المقصود بالهجران عدم تلاوة القرآن فقط أو عدم حفظ القرآن فقط لعله الآن في كثير من الدول القرآن يتلى وفي كثير من الدول القرآن يحفظ المقصود هجران القرآن بمختلف المفردات عدم القراءة وعدم التلاوة وعدم الحفظ وعدم العمل هو هذا المقصود الأساسي عدم العمل بهذا القرآن إذا يوم القيامة القاضي والحاكم هو الله عز وجل والشاكي هو الرسول والقضية هجران القرآن الحكم هم سلفاً مبين الحكم يصدر بصالح الرسول صلى الله عليه وآله وبصالح القرآن وضد من هجر القرآن وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجوراً نحن هل هجرنا القرآن لا سمح الله أو عملنا بهذا القرآن وكما ذكرت في البداية الإسلام وكتاب الإسلام هو القرآن ليس منحصراً في زاوية من الزوايا الأحكام الشرعية الآداب الاجتماعية حتى الآداب البسيطة موجودة في القرآن الكريم بعض تلك الآداب إشارة إلى كثير من الآداب الأخرى في سورة الحجرات إذا واحد يراجع السورة الاجتماعية في القرآن حسب تعبير بعض المفسرين إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون حتى هذا الأمر الأخلاقي موجود وكذلك أمور أخرى فهذه الأمور كثير منها الآن في مجتمعاتنا مهجورة وإذا كانت مهجورة ظنك في الحياة الدنيا ولا سمح الله عذاب في الحياة الأخرى في حين أن الإنسان لو احترم القرآن احتراماً لائقاً به وهذا الاحترام كان عبر تعلم القرآن الكريم قراءة وتلاوة وفهماً لمعنى هذا القرآن الكريم ثم عملاً بتلك الآيات المباركات فحينئذن لو الإنسان عمل بهذا العمل الله عز وجل يوفقه في الدنيا قبل الآخرة احترام القرآن والعمل بالقرآن وتلاوة القرآن توجب توفيق للإنسان في الحديث الشريف الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول أنه اقرأوا المصحف في بيوتكم مو فقط في الحضرة تقرأ المصحف أو تقرأ المصحف مثلاً في المسجد أو في الحسينية لا حتى في البيت اقرأ المصحف لماذا؟ لأن البيت الذي يقرأ فيه المصحف الله عز وجل حسب ما يقول الإمام الصادق يزيد البركة في ذلك البيت وأهل ذلك البيت يكونون في زيادة أما البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن حتى إذا أصحاب البيت كانوا متدينين وحتى إذا يقرأون القرآن في الحضرة أو في المسجد لكن في البيت لا يقرأون ذلك القرآن الله عز وجل ينزع البركة من ذلك البيت ويكون أهل في نقصان حسب كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في مقدمة المسائل الإسلامية مجموعة من الأحاديث المباركة حول القرآن الكريم موجودة المقصود أنه احترام القرآن بقراءته والأهم من ذلك بالعمل به توجب توفيق للإنسان وبركة كلكم سامعين قصة بشر الحافي الذي كان في بيته تعزف المعازف وتقرأ المغنيات ثم تاب على يد الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام الإمام كان يمر من أمام بيته ففي قضية الإمام قال كلاما فهذا الكلام أثر في بشر فركض من بيته حافيا خلف الإمام عليه الصلاة والسلام وتاب على يد الإمام شنو كان سبب توفيق للتوبة يمكن تلك الكلمة التي الإمام قالها الآلاف المؤلفة من الناس يسمعونها ولا تؤثر فيهم مو يوم عاشرة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وعظهم ولم تؤثر موعظة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام فيهم أمير المؤمنين كان يعظ كثير من الناس لم يكونوا يتعظون يمكن هذه الكلمة التي الإمام قالها الكاظم عليه الصلاة والسلام لا تؤثر في آلاف معلفة من الناس ولكن أثرت في بشر شنو كان السبب في هذا التأثير؟ توفيق إلهي كان سبب هذا التوفيق الإلهي كما يقال أن هذا الرجل في يوم سابق على توبته كان راكبا جواده كان يمر في زقاق من الأزقة فرأى ورقة من القرآن ملقات في القاذورات ورقة من القرآن ساقطة ضمن الأوساخ فهذا نزل من على فرسه مع أنه كان رجل فاسق ولكن نزل من على فرسه يعني ترك التكبر احتراما للقرآن وانحنى في القاذورات طبعا يمكن واحد من بعيد عندما يشوف يستغرب هذا الأمر أنه رجل يمد ييده في الزبالة ولكن مع ذلك انحنى ومد يده في القاذورات وأخرج هذه الورقة من القرآن من القاذورات جاء بها إلى بيته غسلها بالماء وطيبها بالعطر ووضعها في مكان لائق لهذه الورقة المباركة من القرآن الكريم فيقال أن هذا هو كان سبب لأن الله عز وجل وفقه للتوبة وجعل تأثيرا لكلام الإمام عليه الصلاة والسلام في قلبه يعني جعل قلبه قابلا لكلام الإمام عليه الصلاة والسلام إذا احترام بسيط يعني نحن نتصوره بسيطا للقرآن يؤدي إلى هداية الإنسان وإلى توبة الإنسان وإلى خروج من النار واستحقاق للجنان فإن احترام القرآن بالتلاوة وبالقراءة وبالتعلم وبالحفظ وبالعمل اللي هو أهم الأمور يوفق الإنسان يوجب له سعادة في الدنيا وجنانا في الآخرة في الحديث الشريف إن القرآن الكريم في يوم القيامة يمثل بصورة إنسان جميل جدا فالله عز وجل يخاطب القرآن يقول اشفع تشفع يعني أنت اشفع لأي شخص شفاعتك مقبولة وفي حديث آخر الله عز وجل يقول في يوم القيامة لأصلن من وصلك وعزتي وجلالي لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطعك فينبغي علينا أن نحترم القرآن وأن نعمل بما فيه وما فيه النظام المتكامل الإسلامي وليس منحصرا في الصلاة أو الصوم أو الحجاب أو الحج أو أمثال ذلك هذه زوايا وجوانب مهمة هناك جوانب أخرى نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعمل بما في القرآن أجمع وتلاوة القرآن وقراءة القرآن وتعليم القرآن وتعلم القرآن وتعليم أولادنا القرآن الكريم نسأل الله عز وجل أن يتقبل زياراتكم وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى نور الهدى بروائع الكلمات